تواصل دولة الكويت تقديم مساعداتها الإغاثية للأشقاء في مختلف أنحاء العالم حيث اختتمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي حملتها الخيرية والتي استمرت لمدة أسبوع بتقديم مساعدات نقدية وعينية للاجئين السوريين في الأردن اختتمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي حملتها الخيرية الموجه للاجئين السوريين في الأردن بعد عطاء كبير وخير سخية على مدار أسبوع متواصل مساعدات نقضية وعينية استفادت منها 500 أسرة سورية لاجئة تعيش في مختلف مناطق الأردن عمل إنساني عميق يتواصل على مختلف الصعد منذ اندلاع الأزمة السورية عون يتجسد بتقديم الدعم الإغاثي المباشر للعائلات والأسر المحتاجة دولة الكويت بالفعل قدمت للسوريين خدمات كثير خاصة بمجال الطب مجال الأدوية التي تبرعوا فيها وكانوا مسافيدين السوريين كثير وهلأ حملت الشتاء كمان هاي عمي تقضي ألف حاجة بالنسبة للمحتاج بقدم كل الشكر وكل الاحترام لدولة الكويت والله يوفقهم وطولوا عمارهم يحميهم وخليهم يحميهم لبلدهم يا الله الشعب الكويتي نشكرهم كل الشكر والتقدير اللي يساهموا معنا بهالجولة هاي هالشتوية والدعم الكويس لمن الناس الطيبين اللي هم اللي يدعمونا واكرمونا وكرموهم الطيب وجزاهم الله كل خير نشكرهم شكر جزيل والله يضيم عليهم الأمن والأمان كونهم يحسوا بغيرهم ويديروا بالهم على غيرهم تبرعاتهم هاي للشعب السوري ان شاء الله بلقوها بالآخرة لإلهم وشكرا جزيلا إلهم برنامج دعم اللاجئين في الأردن استفاد منه حتى الآن نحو أربعة آلاف أسرة سورية شامل توزيع خمسمائة كوبون بقيمة سبعين دولار للكوبون الواحد وألفي غطاء بطانية للتخفيف عن هذه الأسر وطاة موسم الشتاء هناك عدد كثير من المشاريع التي قدمتها جمعة الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني من ضمنها مشاريع قاثية وإنسانية وتنموية وحتى طبية بالإضافة لهذه المشاريع مستمرة من خلال تواجد الهلال الأحمر الكويتي بالتنسيق مع المنظمات الدولية والهلال الأحمر الأردني نقوم بتنفيذ كافة المشاريع التي تقدم الإنسانية وإخواننا السوريين في الأردن نحن في الهلال الأحمر الأردني الحقيقة ممتنين جدا للهلال الأحمر الكويتي على دعمه الموصول ومبادراته الإنسانية الكبيرة التي يدعم فيها الهلال الأحمر الأردني ونحن الحقيقة بالنيابة عن اللاجئين السوريين المستفدين نشكر الهلال الأحمر الكويتي على هذه المبادرات المتعددة عدد من المشاريع التي تخدم اللاجئين السوريين سيرت بعطاء الشعب الكويتي المتواصل لهم سواء في الأردن أو في دول الجوار عمل يرتكز على مبادئ رسخها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني الخيري لتلفزيون دولة الكويت غيث الرقاد عمان اشتركوا في القناة